بعد إقرار سانتيغو قانون الانتخابات الجديدة جاء الدور على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهدف يبدو موجها نحو رئيس مجلس المفوضين في المفوضية القاضي جليل عدنان خلف الذي أضحى آخر ضحية لأحزاب الإطار رجل عرف عنه طريقته الحازمة في إدارة ملف الانتخابات لكنه لم يستطع أن يصمد طويلان أمام ضغوط الإطار فاستقال قبل أن يقال بقرار رسمي أنهى عمله في المفوضية ومن المتوقع أن يتم بعده تعيين القاضي عباس الفتلاوي رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية للمنصب وهو شخصية مقربة من الإطار وبذلك يحاول الإطار التنسيقي أن يضع اليد على كل ما من شأنه التأسيس لفوزه باقتراع مجالس المحافظات والبرلمان والبقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة وتقول مصادر لواني نيوز إن رئيس الحكومة محمد السوداني يواجه ضغوطا إطارية لتغيير بنية المفوضية الإطار بدأ يتلاعب بالقوانين والمناصب كما يشاء سيما وأن لا قوى رادع له بعد انسحاب الغريم الصدرية لكن تغيير رئيس مجلس المفوضين الذي يعتبر على رأس الهرم فهو الممثل القانوني للمفوضية وهو من يتولى إدارة أعمال المجلس التنظيمية والإدارية ذلك بحد ذاته كفيل بتفسير رغبة الإطار الجامحة للسيطرة على المنصب موسيقى